يوم عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا وين ماجر وين تكلم على شوفوا قلوب اللي ناس هذون الممومة تقلقوش تقلقوش تقلقم شي مليح يا ماجر هكذا التالية لا شيري مالغري وين ضربها لك الدور ضربها لك في التسعين قال لك ماجر قصطورة وخلوا الشعب يحكم الشعب يعرف كورت قامل الشعب الجزيري يعرف كورت قامل خبسة وربعين مليون مدرب اللي با يعرفش يسمع يقولي يعرف بااش دي واحد يجي يبغي يبني تاري يختاعوا يعني فوق طابلة ما تبنون ناش تاريخ لتاعكم فوق طابلة خالس نعارفوا نحن يا سبحان الله نعارفوا نعارفوا قال قال الناس اللي جوا بغوا يبنوا تاريخ لتاحهم فوق طابلة الناس هيتلعب أنا والله العظيم متمنى حاجة وحدا برك والله متمنى حاجة وحدا برك متمنى محرز يعرض يعرض باللومي في الملعب الاتحاد الموسم الجاي أو يعرضوا على كل شيء خالص أربعة فرد والله العظيم متمنية باللومي اللي شدوه عشرين عام عشرين عام حيصار عليه كان حيصار عليه ما يخرش من الجزائر كان حيصار عليه ما يخرش من الجزائر باللومي والله متمنية إن شاء الله بربي أول خرجة تعو ورح جاب حجب في الدومين الناف وقيلة أول خرجة تعو رح جاب حجب جاب عمراء وزيد الأخضر باللومي والله متمنية له محرز يعرضه في الملعب الاتحاد أرواحي يقول له وليده رياح رياح يا أيها الملك أنا أمير وأنت ملك والله لا متمنية ما يري ماجر وين محرز يعني قال لك بلينتا يا أسطورة بس عقل خلي الشعب يحكم قال أنا ما نقارن ما تقارنوني ما معاه هو ما يقارن شروحي معاه ما يقارن شروحه معاه محرز قالت هو دايما كان يقارن روحه معاه محرز وصالح من يتطرحوا لي سؤال كو جاي خمم كو جاي خمم ما يتطرحوا لي قاع جا مريض من قلبك قاع جا مريض من قلبك وما تبينش شا تدير كلهم نتمنى لهم الناجح وهذا شرفه العرب وهذا قدوة للشباب الجزائي للشباب العربي في الناجحات في الكورة القادمة قلت لك صالح الصحافي ذاك سيميرت عن نهار نعقل كنت قاضب لك ابناصيونات قلت لك محرز ولا صالح قلت له أنا وصالح أحسن لعابي في العالم العربي من بعد قلت له العربي قلت له ماجر ما يريد أن يتطلع واحد فوقه ماجر يريد أن هو والناس يجد مراه هذه هي العقلية ماجر اللي خليته يعني خليته تخل في حيط باتفاق رهم والشاب أنا والله العظيم ماذا بي يقول قاعد تنتقده وقاعدوا وشوف جماعة بالشيخ جماعة الهداف جماعة ماجر وقاعدوا تنتقدوا في محرز باش يجيب للشامفينز ليق أيا لو ترونت لو ترونت تبغى وغادي تبغوه مع ليش خلال حاجة لم أجنساها هذا ماجر أول مرة أبغا ليكيب ناصر من هذا يحبس مثل 92 شعر وطويل وكرش وخارجة يعني من الفمك من الفمك من الفمك وفي أفريك تعال من الفمك من الفمك لأنه ترمعه وقالوا أنه يخايم الحاجة ماجر أشكر ولا يضحك وقالوا ماجر أشكر محرز لا يجيب بالحفظ والسلامة وإن جادنا كيفاش نشوف كيفاش اللي هنا وإن كيفاش تكلم ماجر يعني في الحصة هذه حصة نكافي لايستر سيتي ننتظر من محرز هذا الموسم البعض أصبح يقول بأنه طريقة لعب محرز أصبحت مكشوفة لكل المنافسين يعني على الرواق ثم مراوغة سواء الجال يومنا أو الجال يسرة ثم قلق دائما وفي كل مراعب المدربون تفضلوا لمحرز وصاروا دائما يضعون دائما في تغنيا لم يراوغ أو يحاول يدير مراوغة تالية إلا ويجد مدفع آخر يغطي من الجال يومنا ربما لهذا السبب تناقص البولا محرز يقدم قدام الصندر داخل جهة التاح ومتاع الصندر طب يقار فاردي يقدم قابل لهم كيد بولا يجي عند محرز فاردي يقلع يقلع يسموه يقلع محرز إلا كان جوار قريب له يرسله يقول رو خلص الكريدي وتبعني كان يرسل الغاشي يقول رو خلص الكريدي وتبعني ويقلع يا توزيع يا زدي تريب لي ويجيب كوفر ولا يجيب ولا يتيري المهم شوفوا لي بتاع ليستر سيتي كيف كانت تجي وقال لك اللعب مكشوف ما كانش مكشوف ما كانش مكشوف ما كانش محرز لا مجر لا توفق لا 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 لأن لأن لا نتكلم على لعب نتكلم على مجموعة مجموعة ليستر ليستر لم يتعلق هذا الموسم وكنا متوقعين هذا الأمور ما علي تكلم عن الموسم وقال لك العام الزوج الدوز شمبيونال العام الزوج لم يتعلق يوم رأوا من يسين بللي وصلوا كاردو فينار شمبيونز ليغ أول مرة في التاريخ تاحو باش توصل كاردو فينار وتخسر بكشايف مع آتليتيكو لي كانت آتليتيكو مش كما ما كانت آتليتيكو يجي يقول لك هذا بللي ما داروش موسم كي كثيرة وأزمات كثيرة كانت ببعض الأنديا الإنجليزية الآن هذا الموسم الفرق رجعت بقوة وهذا شيء طبيعي ليستر لم يظهر بمستوى جيد لما ليستر مستوى جيد سليماني ما يظهر بمستوى جيد محرز ما يظهر بمستوى جيد حتى الضرد واللعب الآخرين لهذا فريق لستر يعاني الكثير نحن نتمنى إن شاء الله في هذه المباراة لسليماني وأيضا لمحرز وليستر أيضا التألق في هذه المباراة حدثني عن محرز ماجر هل أصبحت طريقة لعب مكشوفة أم لا لا مشكلة شوف في المفاقين محمد أنا رضيت لك بطريقتي محرز حتى لو عنده إمكانيات عنده ولكن تبا تنساش تلعب أمام في فرق كابينة جدا محرز لم يلعب لما يلعب ولكن عنده حرية عليه في المغاراة في حرية ولكن للأسف لأن الأمور ليش تمشي كما لازم محمد عليك دائما نقول لك لو تحب تنجح تمشي دائما بالدكاء الجماعي لا تمشيش بالدكاء الفردي دائما نقول هذا ولكن هذا موسم للأسف ياريت تزيد في السرنة أكثر في وضاية محرز حتى يفهم الجمهور جزائر ونفهم نحن أيضا شوف محرز لأنه لعبين اللي لعبوا معها في النادي قلت لي عنده حرية يقدر يصعد ما عنده حراسة له كلاعب ما عنده حراسة من فريق الخصم لأن الحراسة هو هو المدفع لأيسر هذا الحال الحراسة ولكن لا يجب أن نرى دائما فيه تلت لعبين أولا لعبين تنين يحرصوا اللعب محرز لا فيه حرية نوع المائل يقول لهم شوف كيف قالوا إذا كانت تألق مع محرز قالوا لا عنده حراسة قالوا كوجاو عنده حراسة ليه ميباش قلت ما ميباش صعبة شوف كانوا دائرين هذو أراضروا من شكر وقالهم أسطورة يقولون أصباح الخير ماجر يقول لك أحسن 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 لعب في إفريقيا يقول يهدرك يقول أصباح الخير يقول لك أحسن لعب في إفريقيا هل المحرز إذا المشكلة في محرز هو الذي لا يستطيع استغلال هذه الحرية موش يشوف موش المشكل موش محرز محرز عنده إمكانيات ولكن المشكل هو ليستر ما نتكلمش عن ليستر هل فردي يتألق ما يتألق سليمان يتألق ما يتألق واسم اللاعب الآخرين حتى هل لم يتألقوش هي مجموعة كلها موش يتألق وهذا الشيطبيعي المحرز ما يتألق المشكل وهو جماعيا موش فرديا للأسف وأتمنى إن شاء الله في هذه المباراة من بشبيليا لعب سليماني والعب المحرز يقدموا مردود جيد إن شاء الله لأن محتاجين للعائبين يظهرون بمستوى جيد هذه العام الذي دوبي الشمبيون كانت الفرق الإنجليزي عندها مشاكل لعيستر سيتي للشمبيونة بشيخ قال بشيخ كانوا مقيلين ماجر ماجر زد زوقها ماجر حطا لعلي فريز بشيخ قال كانوا مقيلين من محرز للشمبيونة جا ماجر قال لأ كلشيغ ماجر زوقها حطا لعلي الحلوة وحطا قال لأ كسموها يا ربي قال محرز كانوا مشاكل محرز للشعب يولا أخو باتا وربي ربي يعرفكم شكي في قلوبكم